في رسالة تطمينية انضم الرئيس المنتخب جو بايدن إلى قائمة طويلة من السياسين الأمريكيين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية فيما تنتظر نائبته كاميلا هاريس دورها لتلقي اللقاح الأسبوع المقبل الإدارة المقبلة حريصة على ما يبدو على أن لا يصاب جميع أفرادها بالعراض الثانوية المحتملة للقاح في نفس الوقت ما نزال في البداية الأمر سيستغرق وقتا آمل من الناس أن يستمعوا إلى جميع الخبراء الذين يلحون على الحاجة لارتداء كمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال فترة عطلة عيد الميلاد يتوقع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب أن يتلقى جو بايدن الجرعة الثانية من اللقاح خلال ثلاثة أسابيع ليتمتع بالمناعة الكاملة بعد نحو أسبوع من ذلك وهو التاريخ الذي يصادف يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة نحن في حالة هجوم على الفيروس اللقاحات التي نقوم بتوزيعها ستنقذ الكثير من الأرواح هذه الخطوة لا تأتي بلا جدل فهناك من يسأل عن الميزة التي تتمتع بها الطبقة السياسية في واشنطن لتكون أول من يتلقى اللقاح على حساب من يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس فهذه الطبقة السياسية وفق المنتقدين هي من أخرت حزبة مساعدة الأمريكيين المتأثرين بالوباء لأشهر لكن الخطوة تأتي في ظل تفاؤل كبير في العالم مع تفويض اللقاح الثاني الذي يبدو أسهل في النقل والتغزين وسيصل إلى المناطق الرفية في الولايات المتحدة يبقى ترامب الغائب الأكبر عن هذه الخطوة فالرئيس الذي لم يتلقى اللقاح بعد لم يعطي سببا لذلك وسط توقعات بأن الأمر مرتبط بتوصية طبية توصية تمنع اللقاح عمن تلقى علاجا ضد الفيروس خلال التسعين يوما الأخيرة لتجنب أي تداخل محتمل بينهما لكن الرئيس الذي يخصص تغريداته للطعن في نزاهة الانتخابات لم يمنح اللقاح حصة ترويجية مناسبة في حسابه